تولت ردود الأفعال الدولية عقب سلسلة التفجيرات الإرهابية التي هزت العاصمة البلجيكية بروكسل والتي راح ضحيتها 34 قتيلا على الأقل و136 جريحا حتى إعداد هذا التقرير في هجمات لم تشهدها بلجيكا من قبل رفعت على إثرها تأحبها الأمنية إلى الدرجة الكسفة رئيس الحكومة البلجيكية مانويل فالس قال في تصريح للصحفيين نحن في حرب وفي مواجهة هذه الحرب يجب تعبئة كل الهيئات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولند قال في بيان إن أوروبا كلها مستهدفة من خلال اعتداءات بروكسل أوروبا كلها تعرضت للضرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ندد بهذه الاعتداءات وقال إن هذه الاعتداءات تشكل مستوى جديد من الدناء من قبل الإرهابيين الذين يتحركون بدافع الكراهية والعنف رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون عبر عن صدمته وقلقه ودعا إلى عقد اجتماع ضارئ رئيس الحكومة الهولندية مارك روتي اعتبر أن أوروبا قد أصيبت في الصميم أما الأزهر الشريف وصف هذه الاعتداءات بالجرائم النكراء التي تخالف تعاليم الإسلام السمحة كما دان مجلس التعاون الخليجي الهجمات الإرهابية في بروكسل أدانت الإمارات أيضا هذه التفجيرات وأكدت وقوفها مع بلجيكا وشعبها في مواجهة الإرهاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر أن هذه الاعتداءات تظهر مرة جديدة أن الإرهاب لا يعرف حددا ويهدد شعوب العالم بأسره أما رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو دان أمام نواب حزبه الإسلامي المحافظ الهجمات قائلا إنها أظهرت مرة جديدة الطابع العالمي للإرهاب هذه الهجمات التي جاءت بعد يومين من إعلان السلطات البلجيكية القى القبض على المتهم الرئيس في تفجيرات العاصمة الفرنسية التي حصلت نهاية العام الماضي وقتل على إثرها ما يزيد على مئة وعشرين